بعد 14 عاماً من الخدمة في بلدية ناصرية كعامل تنظيف الحاج يدعيش سبع يحصل على قطعة أرض بعد طول انتظار وسكن في الإيجار حاله كحال عشرات العمال ممن شملوا بتوزيع قطع الأراضي مؤخراً من جانبها قالت بلدية ناصرية إنها وزعت مؤخراً أكثر من أربعة آلاف قطعة أرض لشرائح مختلفة أهمها العمال وضحايا الحراك التظاهرية والحجد الشعبي لافتة إلى أنها ماضية بالعمل على شمول جميع شرائح المجتمع بالتوزيع وفق القانون العدد الكل لتوزيع قطع الأراضي لجرى قبل أيام ما يقارب أربعة آلاف ومويتين شمل شرائح مختلفة منها اللي ذكرناها نقابات العمال والعملية في بلدية ناصرية في مجال الخدمات والتنظيفات وأيضاً الشهداء والجرحة اللي من ضمنهم شهداء وجرحة الشرين وشهداء الحجد الشعبي ناشطون طالبوا أن تكون قطع الأراضي الموزعة مخدومة بالبنى التحتية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها فيما أكدت الحكومة المحلية أنها ماضية بخطتها لشمول جميع المقاطعات بالخدمات الأساسية بعد رفع التعارضات ومعالجة أخطاء التصميم الأساسية طبعاً شيء جيد جداً بأنه يتم توزيع قطع الأراضي المستحقيها اللي هم أكثر استحقاق للطبقات والشرائح الكادحة في محافظ ذيقار لكن بنفس الوقت يجب أن تكون هذه قطع الأراضي الموزعة لهم من قبل إدارة المحافظة والبلدية أن تكون هذه مناطق مخدومة ومناطق صالحة لبناء مجمعات سكنية على أرضها حتى بالتالي هذا صاحب القطع يعني مو يأخذها وبيحة ويصرف فلوسها وبالتالي ممكن ما تفيدها إلا فقط ممكن أيام معدودة ليست كل مناطق هي مخدومة وإنما إن شاء الله في المشاريع القادمة سوف تتكامل هذه الخدمات وتصل إلى هذه المناطق التي توزعت فيها القطع هناك بعض الأخطاء صارت بالتوزيعات بالتداخل والمتخلخلة ولكن إن شاء الله ستستكمل هذه المشاكل وتحل ويصار إلى التوزيع وكانت الحكومة المحلية في ذيقار قد وزعت منذ بداية العام الحالي أربعة ألاف وثمانمائة قطعة أرض سكنية على بعض الشرائح المشمولة منها شريحة الموظفين وضحايا العمليات العسكرية والصحفيين والعمال وتسعى محافظة ذيقار إلى شمول جميع المستحقين لقطع الأراضي السكنية وفق آلية قانونية قالت إنها تراعي الأسبقية وسنوات الخدمة علي العتابي الحراء ذيقار اشتركوا في القناة